خلينا أقول لكم أن احنا عندنا شوية إجراءات عشان نحاول نتخلص من هذا التطفيف الحياتي سواء من جانب وإحنا شفنا الحديث إزاي أعطي الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه يعني إيه اللي حاصل يبقى إحنا شفنا أن الأجير يعطي الحق وصحيح الحديث بيجنب وبيبقى أساسي ومركزي فيه أن الإنسان يعطي الأجير حقه يعني لا يطفف لا يمارس التطفيف مع الأجير وكذلك الأجير لا يمارس التطفيف مع من طلب أن يؤدي له الخدمة تعالوا نأخذ شوية إجراءات كده تساعدنا أن احنا نتخلص من هذا التطفيف الحياتي أول حاجة علينا أن احنا نجعل قيمة الخدمة كما حاضرة في حياة الناس كلها فنعلم أولادنا وتعلم إحنا كمان ونمارس ده كمان أن احنا نخدم الناس نقدم للناس خدمة خلي لك خدمة كل يوم تقدمها لحد من أهل بيتك وتقدمها للناس في الشارع وتقدمها للناس في العمل ثلاث خدمات خدمة في أهل البيت وخدمة في الطريق وخدمة في العمل ده يخليك على طول عارف قيمة الخدمة وما تطففش حد أبدا تاني حاجة عاود نفسك أن أنت تكرم أي حد استأجرته وعلى فكرة دي من الصداقات المهمة في الحياة يعني لو أعطيت الإنسان فوق الفلوس اللي أنت بتدهاله فأنت بتتصدق الزيادة دي صدقة لأنه بيشتغلك شغل في بيتك أو بيساعدك في حاجة ولو قدرت تزود على الأجرة المتفق عليها تأكد أن أنت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانت ماشي في أنوار حدث النبي وتأكد أن ده إلا يحصل هيطيب قلوب الناس وكده إلا حاصل ما تغلبش الناس ولا تتحكى لهم ولا تحاول تقرم من أجورهم ولكن تذكر أن الصدقة تطفئ غضب الرب وأن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير يا رب اجعلنا دوما باب من أبواب الإنصاف واجعلنا دائما باب من أبواب الامتنان لأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين اجعلنا نعرف حقيقة أننا عبيد لك وأننا عندما يخدم بعضنا بعضا إنما هذا ما يسرته لنا وأن هذا من فضلك أن جعلت بعضنا يكون مساعدا للآخرين واجعلنا دائما إذا عشنا في هذا النعيم نعيم العلاقات التي يسرتها لنا ندخل في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى فنكون من أهل التقوى ونكون من أهل المحبة ونكون دائما عندما نتقي الله سبحانه وتعالى يعلمنا الله أن الحياة لا تكون إلا بالامتنان ولا تكون إلا بالإحسان ولا تكون إلا بأعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم بغير إنقاص وبغير تطفيف اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل السبات على ذلك يا رب العالمين